وانت بتعمل اعجابات للمنشورات وتعليقات على المنشورات ومش عايز حد يشوف الاعجابات دي او التعليقات هتعمل ايه هتدخل معايا على الاعدادات والخصوصية وبعد كده هتنزل على الاعدادات بعد كده هيجي لك هنا التحقق من الخصوصية هتدخل عليها هتلاقي عندك الاشخاص الذين يمكنهم رؤية ما تشاركوا هتضغط عليها وبعد كده هتلاقي عندك هنا متابعة هتضغط على متابعة وبعدين تنزل اخر حاجة تحت هتلاقي عندك الاصدقاء والمتابعة ما الذي يمكنه رؤية قائمة أصدقائك على ملفك الشخصية تخليها أنا فقط ما الذي يمكنه رؤية الأشخاص والصفحات والقوائم التي تتابع هتعملها أنا فقط ده الشق الأول تابع معي الشق الثاني الخطوة الثانية برضو هتدخل على التحقق من الخصوصية وبعد كده هتنزل تلاقي عندك تفضلاتك بشاء الإعلانات على فيسبوك هتضغط عليها وبعد كده هتضغط متابعة وبعد كده هتنزل لتحت هتدي له التالي التالي مرتين بعد ما هتضغط التالي هيجيب لك هنا شكل يعني كأنك عملت إعجاب عليه وبعد كده هتلاقي من الذي يمكنه رؤية تفاعلتك الاجتماعية مع الإعلانات هتخليها أنا فقط وبكده يبقى أنت من الناس مش هتشوف إعجاباتك أو تعليقاتك على المنشورات